في بعض الوسطاء عرضوا على نادي الزمالك انتقال أحمد فتوح إلى نادي أحد السعودي في المركاتو اللي جاي في يناير القادم إن شاء الله مقابل مليون دولار طرفين طبعاً الزمالك عرض أحمد فتوح للبيع مسؤولي نادي الزمالك رفضوا العرض شافوا أن المبلغ قليل على فتوح وطلبوا زيادة العرض المادي وحتى هذه اللحظة نادي أحد مردش على طلبات الزمالك بزيادة المقابل المادي بص اللي أقولك ده تحليل مش معلومة مليون دولار على أحمد فتوح دلوقتي رقم معقول هتقول لي أحمد فتوح بمليون دولار لعب الدولي اللعب الأحسن لفتباك في مصري وكل الكلام ده كله هقولك معقول عشان فاضل ست شهور في عقده يعني أنت لو ما باعتوش في يناير هيبقى بلاش في آخر الموسم بعد كم شهر فمش تاخد حتى المليون دولار دايما كده يعني دايما لو بتيجي تشتري لعيب حتى من أوروبا بتبص على هو عدم باقي فيه كام بتباقي فيه سنة سنتين ست شهور كل ده بيبقى ليه حسابات في الرقم اللي هيدفع فده خلاص فاضله ست شهور ومعروض للبيع فالمليون دولار رقم كويس ممكن تتفاوض عليه شوية وتطلعه أولا أكتر من كده برضه هيبى حاجة أحسن ده المفاوض في الزمالك بس تحليلي إنه لسه الزمالك مش أقولها الزمالك مش رامح ما تفتح خالص هتقول لي لأ ده الزمالك مصمم على موقفه ومقرر يبيعه نهايا هقولك هنمشي معده ده المعلن رسميا بس في الكواليس لسه فيه كلام رايح جاي لسه فيه كلام رايح جاي ده عمره ما الزمالك هيقوله اللقتي بشكل رسمي يعني مثلا مثلا يعني أنا دخلت معايا اللقتي المتحدث الرسمي النادي الزمالك وقلت له هو أنتوا نويين تتصرحوا محمد فتوحة كده هيقول لي إيه لأ إحنا واخدين قرار بعرضه للبيع ده الكلام الرسمي أنا بقولك من الكواليس فيه كلام رايح جاي من فتوح من ناس محبيني نادي الزمالك من الخارج عشان يقربوا وجهات النظر حيتباع فتوح والاقة تصوري الأقرب آه بس فيه لسه مساحة عودة آه قليلة جدا جدا بس ده الموقف يعني عشان حركة تبقى شايفوا معايا بالمناسبة يوسف أوباما ومحمد أشرة فروقة ومحمد عبدالغري تلاتة دول هنتهي عقدهم مع نادي الزمالك أيضا بنهاية الموسم الحال وبدأ التلاتة يسألوا هو الزمالك يسألوا كابتل عبدالرحة السامي مدير الكورة هو الزمالك ناوي يجدد معانا ولا لا عشان عايزين نعرف موقفنا عشان لو الزمالك مش حاد في حساباته انه يجدد معانا فنبدأ احنا نسمع العروض اللي ممكن تجيلنا ان احنا نمشي من الزمالك بناية الموسم ببلاش فيه فنبدأ بس نسمع العروض لكن لو الزمالك ناوي جدد معانا فاحنا محتاجين نقعد ونتفاوض ونسمع المقابل اللي احنا هنقضوا التلاتة دول طلبوا كلام ده من الكابتن عبدالرحة السيد وبرضو كل ما يقول حاجة عن الزمالك أقول الله يكون فعون مسؤولي ناس الزمالك ملفات مفتوحة بالجملة بالجملة كل ما تجي تروح للملف تلاقي واحد جاي من جنبك كده يقولك أبس منستشل في الملف بتاعي واحد على شماك يقولك أهلا كمان عندي ملفة وهو مفتوح أمال ترفحوا لنفسك فالله يكون فعونهم يعني ما تمناش يبقى في مكانهم بصراحة يعني هما طبعا زي ما قلت قبل كده أي حد هيشتغل في الزمالك الآن هو راجل بطل فلاهم كل التحية عشان ظروف صعبة جد مش كل الناس تتعرف تعامل مع الظروف الصعبة دي بالمناسبة برضو نادي الزمالك في الوقت الحالي بيتواصل مع مسؤول في نادي سبورتينج نشبقونا البرتغالي بممناسبة الملفات يعني من أجل الوصول لحل في أزمة غرامة الشكبالة نادي الزمالك بيحاول مع المسؤول ده إنه يقصد قيمة الغرامة ولكن اللي معطل الأمور إن المسؤول ده في أجازة في الوقت الحالي ونادي الزمالك مستني عودته عشان يحسم الأمور لو ما نجحش الزمالك في التقصيد ناديه هيعمل أو هيحاول يجمع المبلغ ويدفعه مرة واحدة عشان يلحق يرفع إيقاف القيد لسه الأمور صعبة جدا في موضوع إيقاف القيد مش هادر أقول لك حتى لو سألت جوه في إقدارة نادي الزمالك مش هيديك رد واضح أو حاسم هل رفع إيقاف القيد في يناير هيحصل ولا لأ هيقول لك والله ممكن آه وممكن لأ وأنا نفس الأمر ها أقول لك ممكن آه وممكن لأ طبقا أو ارتباطا بحديث مجلس إدارة نادي الزمالك